بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع الدرس الرابع حول أولويات العمليات الجبرية وقد درسنا فيما سبق أن الضرب والقسمة مقدمين على الجمع والطرح ولكننا قد درسنا الأسس وهي في المقدمة وفي الأولوية قبل القسمة والضرب وملخص ترتيب الأولويات والإجراءات الجبرية نبدأ أولا بالأقواس ثم الأسس ثم القسمة ثم الضرب والجمع والطرح في النهاية وقد لخصت في هاتين الكلمتين بد ماس وهي أول الأحرف من العمليات فأول أولوية هي للأقواس ثم الأسس ثم الضرب والقسمة على حد سواء والطرح والجمع في المرتبة الرابعة على حد سواء وأليكم تلك الأمثلة في المثال الأول نجد هنا عندنا قوس فهو له الأولوية في أن نحسب قيمته قبل أن نضربه في العدد خمسة فهذا يساوي ثلاثة ناقص خمسة أيضا داخل القوس نجد ضرب وجمع وطرح ونعلم أن الضرب مقدم على الجمع والطرح ففي البداية نضرب اثنين في ستة باثناشر ناقص خمسة زائد سبعة زائد ثلاثة في تمانية يمكن إجرؤها أيضا أربعة وعشرين ولكن القوس أولى أن ننهيه قبل أن نضرب في العدد خمسة هذا يساوي ثلاثة ناقص خمسة يمكن أن نجمع الأعداد الموجبة معا فأربعة مع سبعة حداشر والسالبة معا إطناشر وخمسة سالب سبعتاشر زائد أربعة وعشرين يساوي ثلاثة ناقص حداشر ناقص سبعتاشر سالب ستة أي أن هنا سالب خمسة في سالب ستة زائد أربعة وعشرين يساوي طبعا الضرب مقدم على الجمع والطرح ثلاثة سالب خمسة في سالب ستة موجب ثلاثين زائد أربعة وعشرين فيكون الناتج ثلاثة زائد أربعة وخمسين يساوي سبعة وخمسين في المسألة الثانية أيضا عندنا قوس قبل أن نأخذ الأس عين أن ننتهي من القوس أولا فهذا يساوي اثنين زائد ثلاثة يوجد داخل القوس عملية قسمة نجريها أولا تسعة على ثلاثة فيها ثلاثة ستة ناقص ثلاثة يساوي اثنين زائد ثلاثة ستة ناقص ثلاثة ثلاثة تربيع اثنين زائد ثلاثة في تسعة الضرب أولا اثنين زائد سبعة وعشرين يساوي تسعة وعشرين في هذه المسألة نبدأ أولا بالأقواس التي في المقام ننتهي منها أولا اثنين في سالب أربعة سالب ثمانية موجب ثمانية ناقص تسعة ناقص اثنين سبعة في البسط الأس مقدم على الضرب أربعة زائد خمسة في تسعة هذا يساوي أربعة زائد خمسة وأربعين هنا ثمانية سالب ثمانية صفر يبقى في المقام سالب سبعة هذا يساوي أربعة زائد خمسة وعشرين تسعة وأربعين على السالب التي في المقام يمكن أن أضعها بجانب القسر هكذا فيساوي تسعة وعشرين على سبعة فيها السبعة شكرا